بسم الله الرحمن الرحيم بدل تدخلوا للساعدة نوعا مواعد السودانيين طيب شايف عندنا زولين الآن أونلاين ندي الناس بضعة يعني دقيق دقيقتين لو الصوت واضح ما في أي مشكلة في الصوت أو الصورة يريد تكلموني في التعليقات أهلا يا أحمد صديك طيب طيب صوت اكتبات صوت وقالوا عنوار صوت عالي شديد لا يمكنني هذا صوت المكيف هل الصوت واضح كده ولا اركب سماعات انو عندي سماعات كده واضح الصوت محمد الصديق قال الصوت واضح كويس انا بفضل اتكلم بدون السماعات اذا قدمت بقدر اكد طيب يا مشاهدة ان شاء الله في نهاية اللايف حدي فرصة الكبيرة ان شاء الله للأسئلة والإجابات طيب شاهد في حوالي عشرين شخص فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليم كثيرا شكرا لجميع الشباب وحضروا الليلة وصحبكم الله خير دارا والله بالنسبة لي في الجروب حق الباحثين طيب انا محمد الحاج حمد أعطى منان ضخيط الحاج مشرف في مجموعة الباحثين سودانيين تخصصي في الأساس هو الهندسة درست هندسة ميكاترونيكس في جامعة نوتنغهام في ماليزيا اخرجت 2012 وبعدها بديت في الماجستير بسنة تقريبا في الجامعة الوطنية الماليزية خلاصة في 2014 وفي 2015 جيت لقطر جامعة حمد بن خليفة كنت بحضر الدكتوراه في تخصص الطاقة المستدامة ستينب الأنرجي والحمد لله خلاصة دكتوراه في بداية السنة دي شهري 5 2019 والله الحمد تيسر لي العمل بعد التخرج مباشر حاليا انا شغال في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كمهندس مشاريع الطاقة المتجددة ده بالنسبة للسيرة المهنية باختصار شديد تخصصي مجال اهتماماتي بالنسبة للأبحاث هو المجال الطاقة المتجددة فهذا كان من مرحات البكاريوس في نوتنغهام آخر سنة كان عندي بحث تخرج عن استعمال الطاقة الشمسية في تحفي مجمع طاقة الشمسية مجمع حراري وكملت الموضوع ذا في الماجستير الماجستير حقي كان متخصص في تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بالأخص والله الحام برضو في الدكتوراه كملت في نفس الموضوع وكان البحث حقيه الدكتوراه هو عن استعمال الطاقة الشمسية الحرارية الهيور لتحلية المياه بحكم انه ده موضوع بتعلق شديد باحتياجات الدولة هنا احتياجات قطر للماء المظيف المياه المحلّة بالذات فكانت الفكر حق البحث انه كيف نخلي عملية تحلية المياه كلها صديقة للبيئة ومستدامة مع نفس في نفس الوقت تلبي احتياجات الدولة من المياه المحلّة بما ايضا انتوافق مع مرويد قطر 2030 بالنسبة للبحث ايضا الهدف منها التعريف بالطاقة المتجددة للشباب والطلاب والباحثين في دول عربية وفي افريقيا ايضا تعريب اساسيات المجال بالفرص المتاحة فيه من ناحية الدراسة فرص المتاحة من ناحية الوظائف كيف الانسان يبني مهارات في المجال ويعني الفكرة والصفحة قائمة على مجموعة من المقالات القصيرة الانفوغرافيكس بعض الفيديوهات ومعها ايضا موقع هو موقعي cleanenergyforafrica.wordpress.com حتى بروابط كلنا اسنان فترة الاسئلة واجيبة الموقع فيه عبارة عن جزء من السرطة الذاتية وفيه جزء شرح مطول للبحث بتاعي ممكن تطلعوا عليه هناك وكذلك فيه المنشورات العلمية الحمد الله طلعت في اسنان فترة الدكتوراه طيب نجي للموضوع وهو الدراسة في جامعة حوض من خليفة انا جيت الجامعة صفة 2015 لبرانجا الدكتوراه سبحان الله ما كان ذا الهدف الرئيسي ما كانت دافع بداية رغبة في الدكتوراه لكن كانت دافع انه ما تيسر لشغل في السودان لكن ما تيسر الموضوع الجامعة هي جامعة خليفة جزء من مؤسسة قطر لتربية والعلوم التنمية المجتمع تأسسة الجامعة فعليا بشكل الحالي مع كلياتها في 2015 وهي جزء من مؤسسة قطر مؤسسة قطر رضايس المهم هي مؤسسة تعليمية بحثية وتنموية ايضا سيدها الشيخة موزة بن تناصر اللي هي زوجة الاميرة الوالد السابق هنا في قطر الشيخ حمد في 1996 والمؤسسة لها يعني انشطة في المجال التعليمي عندها جامعات كثيرة تابعة لها جامعات عالمية مثل جامعة تكسس كارنيجي ميلن جامعة ويل كورنيل وغيرها منها فيها ايضا الجامعة بتاعتنا يلاحو دم نخليفة لها تكلم عنها الان فيها ايضا تابعة لها مراكز بحثية وطنية زي مركز قطر لبحوث البيئة والطاقة ومركز قطر لبحوث الامن المعلوماتي أو الكمبيوتينج ومركز اخر للبحوث الحيوية فيها تابعة للمؤسسة ايضا مجموعة من المؤسسات والمنظمات في المجالات التعليمية في مجال التعليم المقبل الجامعي من الروض لحد المدرسة تابع اليها ايضا بعض المؤسسات الصحية في مستشفى صدراء تابع اليها ايضا مؤسسات اخرى في مجالات اخرى بتتعلق بتنمية المجتمع أو حتى في التنمية المجتمعية بصورة عامة مؤسسة ضخمة طبعا تجدوا موقعها في الانترنت كيف فنحن الجامعة جامعتنا نشأت في ضمن هذه المنظومة منظومة مؤسسة قطر وكانت الجامعة الهدف منها الرئيسة انها تكون جامعة وطنية قطرية بحثية هذه حاجة مهمة جدا لانه الجامعة بتركز في الاساس على الدراسات العليا زي النموذج بتاع الجامعة الملك عبدالله ولمة تكنولوجر وسمع التباه في السعودية بيتوفر فقط درامج للماجستير والدكتوراه والهدف من البرامج اللي هي بتطرحها بتركز الاساس على احتياجات دولة قطر بما يتواشى مع رويد قطر 2030 واحتياجات المنطقة طبعا بصورة عامة الجامعة الآن فيها خمسة كليات العلوم الهندسة كلية للعلوم الطبية والصحية كلية للعلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية أخرى للعلوم للدراسات الإسلامية من أضخم الكليات وكلية للقانون والسياسات العامة وفيه توسع على مدار أربعة سنواتها كل سنة تقريبا بيكون في برنامج يطرح جديد برنامج ماجستير جديد وبرنامج دكتوراه جديد فالجامعة فيه توسع طبعا برنامج ماجستير ودكتوراه ما عدا برنامج واحد هو برنامج بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر دال برنامج البكالوريوس الوحيد طيب الجامعة تتميز تتميز بعدة حاجاتها وتتميز بأنها جزء من منظومة مؤسسة قطر فبالتالي لها علاقات ممتازة جدا مع كل الجامعات الشريكة في مقر مؤسسة قطر مؤسسة قطر مقرها هو منطقة اسمها المدينة التعليمية مدينة ضخمة جدا فيها كل المؤسسات التعليمية والبحثية فبتتميز أنها جزء من المنظومة فبالتالي الشراكات يعني ممكن أن نزلع عن الشراكات بطريقة سهلة جدا تتميز الجامعة أنها جامعة غير ربحية فيعني جميع الطلاب المقبولين فيها تقريبا جميع الطلاب يأخذوا منح فما يكون عندهم مشكلة من ناحية المالية ومن ناحية المادية الجامعة تتميز أيضا ببرامج مميزة بزات في كليات العلوم والهندسة في هذه برامج مبتكرة يعني يعني مسميات حتى غير تقليدية يعني مثلا ما عندنا نحنا ماجستير في الهندسة الميكانيكية وماجستير في الهندسة الكهربائية لا لكن عندنا الطاقة المستدامة البيئة المستدامة الأمن السيراني سايبر سيكوريتي في العلوم الحقيقية مثلا جينوميكس and precision medicine في الكليات العلوم الإنسانية عندهم برامج متميزة جدا في الترجمة زي برامج الترجمة الترجمة السمعية البصرية وبرامج دكتورات جديد أيضا طرح السنة دي الآن في كلية العلوم الإنسانية طب عندي كل أنا للطلاع عليها أكتر بحيلكم داما للموقع زي ما ذكرتها في الرابط في تاع الإعلان حق اللايب طيب أريد أن أتكلم الآن عن الكلية منيحة كلية العلوم الهندسة سيكون اللايب مركز في الأسائل عكوة العلوم الهندسة لكن يعني لو في أي أسئلة عن الكليات الثانية ممكن أجيبكم عنها إن شاء الله حسب معرفتي كلية العملة الهندسة أسسة سنة 2015 نحن كنا دفعة الأولى فيها عندنا الآن فيها حوالي تمانية تقريبا أو تسعة برامج بين ماجستير ودكتورة كل برامج فيه ماجستير بيكون فيه نسخة أخرى فيها الدكتورة الكلية فيها ثلاثة أقسام رئيسية كلية العلوم والهندسة فيها ثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول هو اسمه بالطاقة المستدامة والبيئة المستدامة القسم الثاني هو قسم الكمبيوتينج وإنفرميشن تكنولوجيا عن كومبيوتين ده فيه برامج يتعلق بالصايبر سيكوريتي والديتا ساينس برامج تاني عن الديتا أناليتيكس أو حاجة بالمسمدات تقريبا وفي قسم الثالث كان هو قسم العلوم الحيوية اللي هو الآن أصبح كلية مستقلة في قسم جديد أسس من السنة الفاتذ هو قسم اللوجيستيكس and supply chain management أو اللوجيستيات وسلاسل الإمداد تأسس جديد فيه برامجين مسمى البرامج هو Master of Science in Logistics and Supply Chain Management بركز على موضوع السلاسل الإمداد والدراسات المتعلقة بيها سواه مرحلة الماجستير أو الدكتورة طبعاً ده من البرامج اللي كان من البرامج الجديدة الصراحة مميزة ويعني تدلع على أنه الكلية في اتساع أكثر أنها تكون فيها تخصصات متداخلة أو تكون multi-discipline فيها متعددة للتخصصات فديد بالنسبة للأقسام اللي فيها اللي موجودة الأقسام الرئيسية الثلاثة الموجودة في كلية العلوم الهندسة طيب بالنسبة لل القسم الأدرسة وطبعاً هو قسم التنمية المستدامة اللي هو في برامج الماجستير والدكتورة في البيئة المستدامة والطاقة المستدامة المسميين متقاربات جداً والمنهج تقريباً هو نفسه يعني ما في مفروقات رئيسية الدراسة بتاعتنا نحن القسم التنمية المستدامة بتركز في الأساس على التطبيقات الهندسية التي تخدم قضايا التنمية المستدامة خصوصاً التحديات التي يعني بتواجهها قطر سواء كانت متعلقة بالطاقة مثلاً أو متعلقة بالمياه أو متعلقة بالغذاء أو متعلقة بإدارة الموارد بصورة عامة موضوع الاستدامة طبعاً هو موضوع مهم جداً وأساسي هو السستينبليتي في الرؤية بتاعت القسم بتاعنا ومرتبطة أيضاً برؤية قطر 2030 والتنمية التي عادت تحققها في أربع جوانب رئيسية تنمية الاجتماعية وتنمية الإنسانية وتنمية اقتصادية وكذلك التنمية البيئية فبرامج الماجستير والدكتوراه في الطاقة المستدامة بتركز على تزويد الطلاب المهارات والتقنيات العلمية المختلفة كي يقوموا بأداء بحوث بتحل قضايا رئيسية بتواجه منا قطر والمنطقة بصورة عامة طبعاً الكلية حديثة نسبياً في رقم 11 لكن لدينا الحمد لله في توسع دائماً وعندنا مجموعة من المتميزة صراحة من الأساتذة في أعضاها هذا التدريس خريجين من أشهر وأعرق الجامعات مستوى العالم وأيضاً الكلية هي معها مركز أبحاث اسمه مركز قطر لبحوث البيئة والطاقة قطر Environment and Energy Research Institute ده مركز بحثي كان تابع للمؤسس قطر ولكنه الآن تابع للجامعة لما تحاولني خليفة بصورة عامة وهو مركز ضخم صراحة هو مع مركزين آخرين في بحوث الحيوية وفي العلوم الحاسوب مركزين يعني عندهم موارد ضخمة جداً اللابات يعني ما شاء الله تبارك الله بنية تحتية مجموعة ضخمة جداً من العلماء والباحثين فهم كونهم جوز من الجامعة بتاعتنا دي حابت تحلينا أنه يكون فيه شراكة وتعاون مشترك ما بين مركز البحثي مركز قطر لبحوث البيئة والطاقة والكلية العلوم والهندسة فهذه الطلاب كلهم يستفيد مننا أغلب الطلاب اللي معانا بكونوا شغالين بحوث مشتركة ما بين الكلية و مركز البحثية المعنية سواء كان مركز قطر لبكوث البيئة والطاقة أو المركز الثاني المتعلق بالعلوم والعلوم الحاسوب بصورة عامة والديتا الصعيس أيضاً فالعضاء هذه التدريس في الكلية بتاعتنا اللهم متفرغين للكلية بالذات حوالي سبعة تقريباً وتمانية أساتذة تخصصاتهم بتدخل في الهندسة الميكانيكية تتخص في الهندسة الكيميائية من نوع من النوم كبيرة في الهندسة المدنية أيضاً civil engineering أنا بمناسبة مشربي بتاعي دكتور سامي الغامدي أصلاً مهندس مدني civil engineer الرغم أن أنا شغلي ما يعتبرش هندسة مدنية كي يعتبره أقرب الهندسة الكيميائية ولكن دين للميزة بتاعت البحوثة multi-disciplinary لأنه أنت ممكن تشتغل مع أساتذة من تخصصات مختلفة عندنا أيضاً مجموعة من الأساتذة خبراء على مستوى العالم يعني في تخصصات معينة مثلاً عندنا دكتور بروفيسور اسمه جوردون مكيدا على المستوى العالم من أحسن الأساتذة وكثر الباحثين يعني خبرة وشهرة في مجالات متعددة متعلقة بال waste management إدارة النفايات والهندسة الكيميائية بصورة عامة وهندسة المواد عندنا مجموعة ضخمة جداً من الأساتذة بذات خصوات المواد material science في المراكز قطر المراكز الطاقة متميزين في الناحية دي عندنا مجموعة أيضاً من الأساتذة الآن لأن الجامعة بيقيت تكبر شوية الآن وبيقى على الطلاب يزيد بيقى عندنا مجموعة من الأساتذة عندهم مجموعات بحثية research groups ودي حاجة مهمة جداً طبعاً لحنا مجدنا الجامعة في بداية ما كان في حيثنا مجموعة بحثية لأنه كانوا طلاب بسيط جداً لكن الآن بيقى لأنه عدد الزاد بيقى كل أستاذ بيقى بيأخذ طلاب المعاكل لهم سواء ماجستير أو دكتوراه أو بوست دوكس وبيعملوا مجموعة بحثية بتكون هدف مننا أنه التشارك ما بين الأعضاء لزيادة النتاج البحثي بتاعهم في موضوع المجموع طبعاً موضوع المجموع بيكون متعلق بالتخصص أو الاهتمام من البحث الرئيسي لدى المشري فالمجموعة اللي أنا كنت فيها مجموعة بتقول سامي الغامد هي اسمها Sustainable Build Environment Research Group SBE موقع إن شاء الله مفروض يطلق ويكون متاح في النت قريباً فالبحثة اللي فيها بتتعلق بالتنمية في البيئة العمرانية أو البيئة العمرانية المستدامة فهو تخصص بيشمل مجالات الهندسة المدنية ميكانيكية بيشمل الشغل تعلق بالموديلين والسيميليشن بيشمل إسبرمينتال وورك بيشمل الفيال ستاديس بيشمل حتى Social Sciences Decision Sciences وصو عن فعندنا الآن ثلاثة أساز عندهم مجموعات بحثية خاصة بيهم فإنت لما تجي لجامعة وتنضب لواحدة من مجموعات دي بتحليك أنه بتوسع دائرة العلاقاتك بتقدر توسع تأثير البحث بتاعك ممكن تتشارك مع زملائك الآخرين في بعض البقهوث أوراق المشتركة فدي حاجة بتعزز قيمة البحث اللي انت بتشتغل فيه طبعاً التعريف ده بالجامعة والأستاذة والبحث بالنسبة لي مهم جداً لأنه أنا شايف أنه قبل ما أي زول يفكر في التقديم لجامعة دي أو لأي جامعة لازم تتأكد أنه التخصصات الموجودة فيها البرامج الموجودة البحوث الموجودة مناسبة للحاجة اللي انت عندك فيها رفباً الناس كتاب مرة بيسألوني عن مجالات معينة ما زارت غير موجودة في زكال مجال اللي انت عندك فيه رفب غير موجود ما دل متقدم سايب وعدين طلت تلقى نفسك ما استفدت من فدلت دراستك ومهم جداً أزول يعمل رسعش كافي جداً عن البحوث الموجودة طبعاً الموقع حق الجامعة شامل ومتكامل فيه كل حاجة أنا أشعر مجموعة من الناس بيقدر يطرحوا أسئلة قاعد أمر عليها بسرعة جداً لكن أغلب الأسئلة دي الإجابات موجودة في الموقع وإنك أنا حساعدتكم إن شاء الله في بعض الإجابات الموقع فيه السيرة ذاتية حق الأساتذة كلهم ممكن لما تجلقوا أي أستاذ مثلاً تنسخوا الاسم بتاعه وتكتبوه في جوجل أو جوجل سكولر يجيب إليكم البحوث السابقة بتاعته كلها تلقوا الأساتذة أيضاً تلقوا بروفايلات ما أحياناً في موقع LinkedIn مهم جداً مناسب موقع LinkedIn إنه الإنسان اللي ما يقدم يكون عنده فيه حساب وعبره ممكن تلاقي تتعرف على طلاب سابقين تتعرف على أساتذة تضيفهم connections تتواصل معهم إيميلات الأساتذة كلها موجودة في الموقع بمناسبة حتى أرقام تلفوناتهم التلفون المباشر موجودة في الموقع فممكن تتصلوا حتى على بعض الأساتذة المباشرة وتعرفوا منهم أكتر عن شغلهم وعن بحوثهم مجموعكم في القبول وكذا هذه حاجة بنصحكم بها جداً طيب نجي للموضوع القبول أنا طلعاً عاز أخلي وقت أكتر للأساتذة لو أجيبها نجي لمجموع موضوع القبول في الجارة القبول تفتح تقريباً من معر كم أسبوع لكن الآن في الموقع مكتوب أنه deadline آخر معد التقديم هو 1 فبراير 2020 للقبول طبعاً القبول حق سبتمبر 2020 يعني من الآن في حوالي قريب ثلاثة أشهور حوالي ثلاثة أشهور تقريباً من الآن لحد deadline هي فترة كافية جداً من زور يجهز الورق بتاعه ويجهز الابليكيشن بصورة جيدة طيب حاجة عاز أتكلم أول عن المواصفات الشروط القبول بصورة عامة الشروط الموجودة في الموقع طبعاً بيكونوا اطلعتوا على بعض منها في الصفحة بتاعت الـ أنت لما تدخل الموقع بتمشي على الصفحة بتاعت الكلية اللي انت عايز تقدم ليها مثلا كلية العلوم والهندسة بعدين بيكون في الفوق في شريط منيو فيها الـ الـ فنضغط على الـ ومنها بتصهر ليك البرامج الموجودة في الكلية دي فالشروط العامة القبول بالنسبة لبرامج الماجستير سواء كان في كلية العلوم الهندسة أو في الكليات التانية مشابهة تقريباً اللي هو أنه تكون دك شهادة بكالريوس و الآيلتس وإن كان الآيلتس ممكن يتجاوز عنها ويستثنى إذا كان الطالب درس في جامعة اللغة التدريسية بإنجليزي ثم لازم تجيب خطاب بيوث بيث الحاجة دي بعدين بيكون في عندك رسائل التزكية مطلوبة بالنسبة للـ أنا بزعز تأكد من موضوع رسائل التزكية الماجستير أيوة فالتزكية مطلوبة سواء كان للماجستير أو الدكتورة بعدينك في الخطاب التقديم الشخصي أو التعريف الشخصي Personal Savion of Interest وهو خطاب تعريفي بالباكينتو اللي عايز تقدم البرنامج ده هتكلم عن الحياة الان كل واحدة بتقصير شوي زيادة السيرة الذاتية حكم مطلوبة تعملها أبلود وكذلك ملف البراخطة البوتية للسؤولية الجواز طبعا التقديم كل بيكون online عبر الموقع لما تفتحوا الموقع تصلوا الصفحة بتاعة Admissions and Application Requirements هتلقوا عليه في الصفحة واضحة الجهة اليمين في مكتوب زر Apply Now تضغط على Apply Now ده بيفتح لك صفحة جديدة موقع جديد اسمه My Banner هو الموقع اللي فيه التقديم طبعا لما تفتح الموقع أول مرة هجيك قدامك هكون في أربع خيارات منها خيار Apply for Admission تضغط عليه ويجيك صفحة بتاعة دخول Log In لو ما عندك حساب هتعمل حساب فيه تلقى زر مكتوب فيه First Time User Account Creation نضغ على الزر ده وبعدينك تبدأ تعمل الحساب بتاعك وتبدأ تختار البراني اللي هستقدم ليه وتعمل أبلوود الملفات المطلوبة وانتهى الموضوع الإجراء بسيط جدا حسب علمي ما في رسوم حق التقديم حسب علمي ما في أي رسوم حق التقديم بتقدم مباشرة طيب نجد أتكلم عن بعض القبول بتفصيل من أول شرط أول حال مكتوب بال Academic Transcript Academic Transcript اللي هو الشهادات كشف الدرجات والشهادة الجامعية السابقة فإذا كان حتقدم على برنامج ماجستير حتكون شهادة البكاريوس وإذا كان حتقدم على برنامج دبتوراه حتكون Academic Transcript اللي هي شهادة البكاريوس والماجستير فبتعمل نسخة إليكترونية بتعمله سكان وبتعمله أبلود بعدينك في الموقع نوعا في البداية بتعمل مجرد سكان للنسخة الموجودة معاك بعدينك إذا قبلتها في الجامعة إن شاء الله بحيط له منك أنه ترسل لهم نسخة موثقة أو نسخة أصلية اللي هو أنا لما نعملت الحاية دي كلمت الجامعة بتاعتين في ماليزيا إن هما يرسلوا لجامعة حمد بن الخليفة دي عادة من طريقة المتابعة عندهم طبعا بعدين في مرحلة القبول بعض من زول يقبل حيطلوا منك أنه الملف بتاعك الشهادات وكشف الدرجات تكون موثقة في وزارة التعليم العالي وتوثق بعدين السفارة القطلية دي بالنسبة للشهادات الدراسية يعني سيكون محتاجين حيطين كشف الدرجات والشهادة نفسها دي مهمة طيب بعدين عندنا النتائجة لامتحانات اللي هو Standardized Test Results هنا في امتحانين رئيسيات لازم زول يعملون واحد منهم أو الاثنين مع بعض حسب انت وضعك شنو اللي هما امتحان الآيلتس أو امتحان التوفل للغة وبعدين الكيم امتحان حق الجي ار اي بالنسبة للآيلتس والتوفل مكتوب في الموقع هنا انه مثلا الآيلتس النتيجة المطلوبة هي 6.5 اكاديميك طبعا والتوفل سكور 79 فدين منتبع ما تعمل امتحان مفروض ترسل النتيجة مباشرة للجامعة طبعا انت النتيجة بترسل عبر مركز تختبرت في الامتحان ده او انه تجهيز خطاب من الجامعة دراست فيها من الدراسة بالانجليزي وبعدينك ممكن يعطوك استثناء نصيحتي الخاصة انه الذين عنده المقدرة المالية وما عنده مشكلة احسن تعمل بحاجة الآيلتس ده دراء ده يعني رايش رخصي طيب نجيل امتحان الجي ار اي الجي ار اي الجي ار اي هو امتحان لتقييم القدرات في الجامعة الامريكية بالزاب معروف ويطلب عادة مرحاتها للدكتوراه وحانا يطلب مرحات الماجستير في جامعتنا الجي ار اي للماجستير اختياري لكن ينصح به يعني زول العمله لتقديم الماجستير بيكون حاجة كويسة شديدة اما بالنسبة للدكتوراه فهو الزامي يعني لازم تعملوا لو ما عملتم هتقبل بالنسبة للدكتوراه فقط طبعا برضو اي حي انا بقول يا جماعة في اللايف ده هنا لا بد ترجعوا للموقع وتقروا التفاصيل والشروط يعني كلها مكتوبة بوضوح فخدوا الكلام بتاعي في الاطار ده فالجاري في الدكتوراه مطلوب وهو الزامي لازم انتتعملوا النتيجة المهمة فيه هي نتيجة الرياضيات القانتيتيتيف سكشن طبعا ده ما معنى انه ما تعمل للأقسامة التانية انا بعرف ناس بيعملوا كده بمتحنوا بركزوا على الرياضيات بخلوا اقسامة التانية انا شايف انه ده ماها طريقة كويسة الافضل فراي نزولي عن امتحان كاملا والنتيجة المفضلة المرغوب فيها يعني بتحسن فرصك اتوقع اكثر للشورت لستنج في القبول هي انه تجيب على الاقل مية وستين في قسم تاع الرياضيات مية وستين بمية وسبعين وما صعب الشديدة عندي انا زاكرتها للجارة ايضا اونلاين بس يعني والحمد الله جيبت تقريبا مية وستين ومية وستين ما كان الموضو ما صعب شديد يعني طبعا متعمل امتحان جي ار اي في نفس الامتحان نفسه في نهايته بيديك خيار انه بترسل النتيجة لأي جامعة في العالم حسب الكود حق الجامعة فالجامعة هنا اكتبين الكود بتاعهم تبترسل النتيجة بتاتك حق الجي ار اي ليهم مباشرة فهذه بالنسبة للجي ار اي الشرط البعض هو موضوع تقرس الخطابات التزكية ودي مهمة للغاية جدا وفي فورم معين فرود الطالب ينزلوا ويرسلوا للأساتذة اذا يرسلوا له وعملوا لهم الفورم حيرسلوا الفورم لإيميل معين حق الجامعة كل شيء مكتوب في الموقع الحاجة المهمة هنا انه لابد المزكينة والأساتذة يرسلوا الخطاب التزكية من إيميلات ومش المهنية ومهنية حق العمل مش الإيميل الشخصي مثل جيميل فهذه حاجة مهمة جدا أنا عارف أنه بعض الجماعات السودان قد يكون الحاجة ذي المهمة الرسمي ما مستعمل وما موجود فدي مهمة شديد يعني لازم الطالب يحرص عليها في حالات مثلا الزوال لا قدر الله ما قدر يعمل الحاجة ذي أو المشرف ما عنده إيميل رسمي وحيزة كده أنا في رأيي أن في حديدكم تتواصل مع قسم القبول مباشرة في الجامعة ترسلهم إيميل إيميلاتهم برضو موجودة تشرح لهم الوضع أتوقع أنهم متفاهمين جدا الموضوع ده لكن الشاهد الموضوع بيحتاج من بدر يتخطط لأنه إذا رسل رسالة التسكية حيانا الأستاذ في إجازة أو مشغول أو أيا كان فلابد يزول يخطط من بدره فدي حاجة يضع في الحسبان الشرط البعد هو موضوع أو خطاب التعريف أو خطاب التعريف الشخصي هو خطاب قصيري على ما طويل بالكثير أنهم سميت كلمة في الموقع الهدف الرئيسي منه أنك تشرح أنت ليه عايز تقدم وتدرس في الجامعة وتشرح فيه أيضا اهتماماتك البحثية لأنه أنت لما تقدم للجامعة حتقدم على برامة ماجستير أو دكتوراه اللي هو مرحلة الدراسات العليا بتأهلك أنك تكون باحث في المقام الأول فلابد تشرح في الخطاب ده المسألة دي أنا عندي بنصح بها عادة للخطابات التزكية خطابات التعريف عفوا أن الخطاب ممكن يكون مقسم لثلاثة أقسام رئيسية عادة أنا بعمل كده بكون خطي باراغراف أول واحد في البداية أنه ده الخطاب التعريف لمحمد عط المنان للتقديم لبرنامج كده في جامعة حمد بن خليفة في الكلية الفلانية ده أنا بأخذ ده كأول أول فقرة بأجي الفقرة البعدة بأتكلم فيها تعريف بي أنا بتوسع شوية بدون ما يكون في تكرار كتير بين الكلام المكتوب وبين السيرة الذاتية أنه بشرح خلفية شنو أنا درست شنو الجامعة درست فيها بنرامجي درست شنو المهارات اللي أندي علمتها أو المشاريع اللي اشتغلت عليها في إصناء دراستي السابقة سواء كان محات الماجستير أو محات البكالاريوس ومضيف بعد ذلك اهتماماتي البحثية بناء على تجربة السابقة وليه أنا عايز أقدم في الجامعة فقد تكون الفقرة الثالثة أو الأخيرة أنه عايز أقدم في الجامعة ده والكلية الفلانية ده لأنه أنا مثلا مهتم بالمجال الأبحاث ده لأنه مجال الأبحاث ده متوافق مع قبرة السابقة ممكن تكونت عملت ونشرت ورقة في المهم تضيف الحاجة ده وتذكورها ممكن تتكلم في الخطار أيضا عن أنت مهتم بالدراسة في الجامعة لأنه عجبك شغل الأستاذ الفلاني اللي عندك بحث في الموضوع الفلاني ده مثل الحاجة دي بينسبة ليك مهمة أو حاجة أريد أنت شغال فيها بتختم الاهتمامات البحثية في بلدك مثلا السودان أو أي دولة تانية فالمهم جدا الخطاب التنظيم يكون الترتيب يكون واضح أنه جزء تعريب بين نفسك دراستك السابقة وخبراتك السابقة ومشاريع التي اشتغلت عليها بعدين ليه أنت عايز تتقدني من الجامعة شنو العاجبك فيها شنو أنت مهتم أنك تعملوا وتتعلموا أنك تتعلموا في أثناء فترة دراستك في الجامعة طيب بعدين يمرطوا برضو السيرة الذاتية ومشروح في السيرة الذاتية لحاجات الرئيسية موجودة فيها اللي هو المواهلات الأكاديمية الخبرة المهنية المشورات العلمية إذا كانت عندك مشورات علمية أو أوراق دي بتعزز فرص القبول للغاية جدا خاصة في مرحلة الدكتوراه يعني الزور بقدم على الماجستير الغالي ما حيكون عنده منشورات لكنه في الدكتوراه وعندك ورقة مثلا حاجة أمتازة جدا إما تكون جيرنال بايبر أو تكون ورقة في مجلة برضو مكتوبة أنه في السيرة الذاتية ذو يتكلم عن المشاريع البحثية السابقة التي تقل عليها وأي جوائز أو شهادات نالها مثلا وأي مؤتمرات حضرة بعدين فيه طبعا الأوراق الثبوتية الجواز وكدا وآخر حاجة مكتوبة هنا في الجامعة في الشروط حقت القبول هم وضوع الفوندينج أو التمويل أو المنح أه طبعا هنا أعز أقول حاجة بالنسبة لموضوع المنحدة شايف ناس كتار بيتكلموا عنه وناس كتاري عن الموضوع المنحدة عندهم منحسوا أنهم ما فهمونه بطريقة صحيحة أو فيه نوع من اللغط كما بقول في الموضوع ده كل إجابات في العالم الطالب لما يقدم ما بقدم للمنحة يقدموا الحاجة للقبول لابد أنت أول حاجة تستوفي شروط القبول بعد ذلك نجل الموضوع المنح اللي هو إذا كان فيها أو ما فيه وإذا كان عندها شروط القبول أو شروط مختلفة فأنت في الأساس تكون تركيزك على أن تقبل في الجامعة وتستوفي شروط القبول هذه الحاجة الأولى فرضنا نركز عليها دائما تقديم ما بيكون تقديم للمنح تقديم القبول الجامعة نفسها ما عندها تقديم مستقل للمنح تقديم القبول وإذا قبلت بعد ذلك هم سيعرضوا عليك المنحة هم سيعرضها لجميع الطلاب أو سيعرضوا عليك شروط المنح حقتهم أو مزايا المنحة لأنهم لا لديهم تقديم مستقل للمنح وكما تكون شاف في الموقع الناس الذين دخلوا في قسم تقديم القبول قالوا بمعنى أن بيانات المنح تفاصيلها بترسل للطلاب المقبولين ما معلن عنها في أي مكان تاني إنما هي ترسل بعد ذلك للطلاب المقبولين وهي ممكن تتغير بينها سبع المنحة كانت المنح تتغير على مدار كل سنتين تقريبا لإعتبارات كثيرة جدا الميزانية حق الجامعة أو سياسات القبولة ممكن تتغير بعض مزايا المنحة لكن الحجر الرئيسي أريد أن الطالب المنحة أهمك الرئيسي أن لا تضطر أن تشتغل أو تضطر أن تفتش قروش عشان تدفع الرسوم الدراسية أما حيان المنحة تكون مغطية إليك الجانب كون مرتب الشهري يكون ألف دولار ألفين أكثر أقل دي ما حاجة مهمة المهما أن المنحة تكون مكفية وما تكون محتاج بعدها إلى أي مصدر دخل تاني وتقدر تتفرغ للدراسة تالك وده الحاجة فعلا الجامعة بتوفيرها لجميع الطلاب خصوصا الطلاب الدوليين المنحة فيها فيها ثلاثة وأربعة أشياء رئيسية أو الحاجة فيها على الأقل في الفترة اللي لم نكن تقاعد فيها ولحد السنة الفاتر إن كنت تتغير بعض الحاجات دي السنة الجاية إن شاء الله مع المنحة يكون هناك تغيير للأسوأ أو يكون تقليص لكن المنحة فيها إعفاء من الرسوم بنسبة كبيرة حوالي 80% والنسبة المتبقية اللي هي حوالي 20% دي الطالب بيدفعها من المرتب الشهري اللي بتدفع له الجامعة اللي هي بتوفير الجامعة 7% لجميع الطلاب الدوليين المقبولين فمن المرتب الشهري يستقطع قسم معين بيدفع به الرسوم الدراسية لكل سمستر والباقي بيكون هو دمصاريف الحقة 30% اللي هي بتكفي باهتياح جداً لو زول عايش براوي سواء كان مرحة الماليستية والدكتراء بتكفيه جداً لكن ما مبلغ ضخم حيث أنه ستقدر توفير منه قلوش كثيرة أو كده لأ المنحة ما معمولة بطريقة دي دمال الطريقة هما مصمم بها المنحة المنحة أيضاً فيها أشياء تانية فيها سكن لجميع الطلاب الدوليين طبعاً ما بتحتاج سكن جاهز في الجامعة وبيوفر له أيضاً مزايا تانية قد تختلف من كلية لكلية فرجو تنتبهوا الحاجة دي يعني بعض الكليات منحها قد تكون مختلفة عن كليات التانية فمن المزايا مثلاً اللي عندنا نحن في كل هذه العلوم الهندسة أن الجامعة في مرحة الماجستير بتديك تمويل لحضور مؤتمر واحد في أي مكان في العالم بشرط أنه تكون عندك ورقة ورقة مؤتمر سلمتها وقبلت هي مؤتمر كويسة وبيدوك تمويل لحضور المؤتمر وتقديم ورقتك ومرة واحدة في حسنا الدراسة أما إذا كنت طالب دكتورة بدوك فرصة بتاعت أو تمويل لهم ورقة سلمتها وقبلت فيهم طبعاً غير كده انت كطالب قاعدة مدينة تعليمية بكون عندك فرصة تشتغل في أي مرافق مدينة تعليمية سواء كان مراكز الترفيهية أو مركز الطلاب أو الجامعات التانية ممكن أيضاً تشتغل في بعض المرافق هناك المكتب أو حي زي كده ويدفعوا ليك بالساعة 40 ريال 50 ريال حي زي كده في الساعة تقديباً فممكن تشتغل عدد معين من الساعات كل أسبوع وبدي حي زي ديمة ممكن تساعد الزول ويحتاج لدخل زيادة فالفرص دي كلها متاحة لك لكن الميزة الرئيسية والكبيرة في القبول ربنا إن شاء الله يسر الزول قبل وكده فالشبك العلاقات الضخمة جداً حي تساعدك مستقبلاً لو أنت عايز تشتغل أو تقييم في قطر أو عايز تمشي من الجامعة دي لحتة ثانية أحسن فالشبك العلاقات التي تبنيها والمهارات التي تتعلمها في رأيها هي أكبر حاجة بالنسبة لي كانت أكثر حاجة استفدت منها فهذه الحاجة الإنسان ينظر لها يعني ينتبه إليها خاصة الناس اللي بدروسوا الدكتوراه لأنه في الدكتوراه أنت تكون قاعدة منذ الأربعة السنوات حتى تقر تعمل حاجات كثيرة شديدة الحمد لله فيها كمية ضخمة جداً من البرامج التعليمية الترفيهية الثقافية الأنشطة رحلات وغيرها يعني فيه كمية ضخمة جداً من البرامج فهذه حاجة ممكن فعلاً يستفيد منها طيب أنا تقريباً عايزة أقف هنا لأنه حالياً تصاعة شايف مجموعة كبيرة من الأسئلة وكانت تسألة أسماء اللايف فأنا سأرجع وراجع الأسئلة من الأول ثانية واحدة فأنا سأرجع تقريباً للمشاهدة كمية ضخمة جداً بسم الله طيب حسناً شهر صلاح صلاح نصر صراح قال اختفق ثانية واحدة معلش طيب اه.. طيب ما عليك بس انا عاز ابدل شوف الكومنس من اول واحد فا طيب اه اوكي طيب في البداية كان فيه نوهة نوهة قالت شروط التقديم شروط التقديم انا زكيتها في الموجودة في الرابط بتاع الجامعة اللي هو انا حكتبه هنا اتحكتب بعض الحاجات دي تانية اسناء التعليقات اه طيب اه طيب اه امل امل قالت هل هل الجامعة بتوفر منح ايوه الجامعة بتوفر منح لكل طلاب الدوليين المقبولين بيتم العلان عنها عبر الايميل للطالب بعد ما يتم قبوله اه بيت محمد قالت متى التقديم التقديم فاتحة والريدي الان والديدلاين يوم واحد فبراير الفين وعشرين اه طيب هنا شايف تقوى قالت اه تقوى حمد ممكن توضح طريقة التقديم التقديم عبر الموقع حق الجامعة تفتح موقع الجامعة وتمشي لصفحة بتاعتها كلية العازة تقدم اليها هتلقي البرامج موجودة كلها تختار البرنامج العازة تقدم اليه هتلقي في زر اطلاي ناو فقطت على زر حق اطلاي ناو هي تحرك الصفحة باعت الموقع بتاعت التقديم طيب امشاهد قبيل سالد في دكتوراه وهل ممكن بدون ماصر الاطباء ديتا اناليسيز اللي هو في بعض البرامج في القسم العلوم الحاسوب منها برنامج برنامج حق Data Science منها برنامج بتاع Cyber Security منها برنامج بتاع Master of Science and Cyber Security وتاني Data Science and Engineering هم برنامجين Data Science and Engineering و Cyber Security فانا بنصحك يا امشاهد تدخل البرنامجين ديتا تشوفك التعريف حق البرنامج والمواد المطروحة فيه والاسادزل والاسادزل اللي يطرخوا فيه ويدرسوا فيه وأتوقع حيكون مناسب الحال اللي انتي استقدمي ليها طيب مونس أبو بكر قال أنا أعفل مكتوبة أيضا هل ممكن بدون ماستر للأطباء حسب علمي الدكتورال قبول لازم يكون لديك فيه ماجستير دايمن حسب علمي الدكتورال لابد يكون لديك فيه ماجستير الدكتورال قدمته في المنحة بس تبقت آخر خطوة الدفع الإلكتروني بس ما قدرت أعرف أدفع عمل تخطي مونس انت إذا الدفع الإلكتروني قصدك أنه فيه رسوم حق التقديم أنا ما عارف صراحة أنه فيه رسوم حق التقديم لكن إذا كان فيه رسوم حق التقديم فالدفع هتوقع هيكون بالبيزا كارد ولحاية زي كده يعني بس حسب علمي أنه ما فيه رسوم أنا مش عارف إلا يكونوا تغير بعض الإجراءات فعلا فيه زور رد علي قال يكون على طريق البيزا كارد طبعا الحاية وكده ما موجودة في السودان أنا في حال دي نصيحتين ويذرع أزي قديم خطوة بتاعت الدفع ممكن يعني تفكير يعني في حل الموضوع ده أرسوا الإيميل للقسم حق القبول اشترحوا لهم الحاجة دي نشوف منهم مش نقول الوسائل البديلة لذول يدفع الرسوم دي أو هل ممكن تستثنى يعني في بعض الجامعات مناسبة بيستثنوا بيعملوا الإعفاء للطلاب إذا كان طالب من دولة نامية يعني يعني ما بيقدر يدفع الرسوم دي فجرب أرسوا الإيميل للإيميل في إيميل كم إيميل لكل كلية مستقلة يعني ففي الصفحة بتاعت الكلية هتلقى في إيميل للاستفسارات حقة حقة القبول وكده يعني موجود في الصفحة بتاعت كل الصفحة بتاعت كل كلية طيب في سؤال هنا من طيب سؤال من ومشاهد التوثيق من وين بالضبط التوثيق هم حيوروه لكم بعدين دي بعدين خطوهم بعدين لك بعض مطالب يقبل لكن في الأساس حيكونوا توثيق الشهادة من وزارة التعليم العالي بالدولة اللي درستي فيها من السودان مثلا وبعدين إذا عندك ختمة التعليم العالي بتمش تختموه في الخارجية بعد كده إذا مطلوب أنه تختموه في السفاء القطرية بتمش تختموه في السفاء القطرية لكن الشاهد أنه الإجراءات دي بتضب تكون برسلها للطلاب بعدينك المرحلة الأولية ما هو تطوب التوثيق مجرد أنه ترسل بصورة من الشهادة بتاعتك طبعا الوزول وثق أحسن طبعا من البداية ومشاهد خطاب الدراسة بالإنجليزي هل لازم توثيق أتصور أيوه مدام انتهى الخطاب ده حيستثنيك من الامتحان لابد يكون خطاب موثق على الأقل فوق ختم الجامعة طيب هل بتشتريط أسارة؟ قالت هل بتشتريط الجامعة أن يكون عندك آيلتس؟ الآيلتس مطلوب لكن ممكن يستثنى إذا الطالب درس في جامعة الدراسة بالإنجليزي وجاب خطاب يثبت الحاجة ده طيب عديلة قالت التخصصات الموجودة كلها موجودة في موقع الجامعة هي منقسمة على خمسة كليات كلية العلوم الهندسة وكلية العلوم الإنسانية وكلية القانون السياسات العامة كلية دراسات الإسلامية كلية العلوم الصحية وكلية العلوم الهندسة كلية فيها على الأقل أربعة أو خمسة برامج مختلفة طيب هل محددين عمر الماجستير؟ لا 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 يوجد قطقية معين للعمر بالنسبة للماجستير أو غيره هنا سؤال هنا أسمر أحمد المنحة دير البكاليريوس زي ما أنا قلت في البداية الجامعة ما فيها بكاليريوس غير برنامج واحد العلوم الهندسة الكمبيوتر والبرنامج برضو فيه منحة لكن البرامج واحد كل برامج الثانية هي ماجستير ودكتوراه طيب ماجستير طيب 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 بس ألمي ماجستير في الهندسة المدنية محمد حمدون ما في المسميات البرامج عندنا ما فيه هندسة مدنية و ميكانيكية أو كذا ف إن ترعز تجد نتعز في الهندسة المدنية بتشوف الحياتي عندك رغبة في الهندسة المدنية المهتمة باشنه أكتر وتشوف الأساتذة إذا كان بحثم متعلقة بها أم لا لكن بالمسمى ذاكري هندسة مدنية أو هندسة ميكانيكية لا ما عندنا المسميات دي بالنسبة للمضاع هندسة مدنية مصلحك تشوف الصفحة بتاعه في عضاهات التدريس صفحة التوسام الغامدي هو مهندس مدني هو المهندسة مدني الوحيد يعني في الكلية في عضاهات التدريس وشوف المجالات البحوث حقتول يشتغل فيها إذا كان بعض منها أنت عجباتك مهتمة بيها ممكن تقدم تدرس ويكونه كمشري بالنسبة لي طيب أمشاد كنت بس أل هالمنح المقيمين زي الطلاب الدوليين ما متأكد صراحة في فرق بالنسبة للمنح بين الطالب الدولي والطالب المقيم في قطر والطالب الموظف الزوال الموظف وشغال في قطر في الأساس هم ما بيدوا نفس المنح بتاعت الطالب الدولي يعني ما بكون في مرتب شهري وسكن وكذا لكنه مقيم وما يعني ما موظف ما عارف أتوقع هيكون في بس في عفاة من الرسوم الدراسية فقط حسب علمية أنا أتوقع كده إليز الزول نقل كفالته على الجامعة بعد اندي حاجة ثانية طيب أمشاهد كتبت ما في رسوم حسب علمية ما في رسوم تقديم فعلا طيب في لينة عباس اللينة قالت بالنسبة لي رسائل التوصية هل كلها أكاديمية بس ولا مهنية برضو ثانيا طيب بما أنه دبر متحت قدمي لبرنامج هو في الأساس برنامج أكاديمي فيفضل أنه الاثنين يكونوا رسائل أكاديمية لكن إذا كان في واحد مهني ما بيدور أبدا بس لازم على الأقل خطاب واحد يكون من أستاذ في جامعة يعني درسك ثانيا الأستاذ المفروض يعمل التوصية حاليا ما شغال في الجامعة أو يشتغل في جامعة تانية خارية السودان ينفع طبعا ينفع أهم حاجة في الخطاب بس أنه يذكر أنه أشرب عليك أو درسك المادة الفلانية في الجامعة الفلانية ما هو كان فيها يعني لكن ما شرط يكون قاعد نفس الجامعة درسك فيها طيب رسائلة أميادة قالت رسائلة توصية هل ممكن واحدة أم المطلوب أكثر من واحدة؟ هو المكتوب في الشرطة التقديم أنه يفوض يكون رسالتين لابد أن يكون رسالتين لابد أن يكون رسالتين يا أميادة طيب رسالة ربينا محمد ومشاهد إن شاء الله ربنا أكتب ليك القبول كانت سئلة سئلة كويسة قالت إذا في شهادات ما حملتها هل في مشكلة؟ ممكن ألحقها ليهم في الجامعة إذا أنا في الدوحة؟ ما فهمت شهادات ما حملتها قصدك شنون؟ إذا كانت شهادات جامعية فلابد منها وإلا القبول مقيد بها يعني وإنت على كل حال عندك لحد واحد فبراير يعني فعندك وقت كافي يعني طبعا بالنسبة للمقيمين في قطر بالطبع للتقديم الديدلاين أبعد في شهاد ثلاثة 15 ثلاثة فعندك فرصة زيادة ولا قالت بالنسبة للتقديم للعمل في الجامعة كمساعدة تدريس أو محاضرها في شروط معينة وطالبين كم سنة خبرة إذا في شواغر هما بيعلموا عنها دائما في موقعهم أو بيعلموا عنها في موقع أكاديميك كيز بالنسبة للشواغر أو الوظائف المتاحة حسب علمي الوظائف المتاحة في أعضاهات تدريس حاليا هي كلها وظائف أستاذ مساعد فما فوق ده الحسب علمي يعني الوظائف الأقل من أستاذ ما عندنا وظيفة محاضر بمعنى أنه ما في زول ما في زول بتوظف بقلة من دكتوراه مساعد تدريس teaching assistant برضو بالمسمدة ما في وظيفة مستقلة لكن الطالب بعد ما يدخل الجامعة ويبدأ يشتغل مع المشرك بتاعه خصوصا إذا كان طالب دكتوراه ويشتغل على الأقل سنة بيكون مؤهل أنه يكون مساعد تدريس في الجامعة لكورس معين مثلا مع المشرك بتاعه أنا عملت هذه الحاجة مع المشرك بتاعي في آخر سنة كنت مساعد تدريس لمادة مناهج بحث طبعا دي حاجة أنت بتعمل عبر المشرك بتاعك و الآن مثلا حتى بيكون بيتفعلك عليها مقابل عن كل ساعة لكن هي لطلاب الموجودين ورد في الجامعة ومقبولين وعلى الأقل قاعدوا سنة طيب طيب حباب قالت I have some questions regarding the documents I should upload It's mentioned that I should provide a great scale isn't it out of 4 how is that أيوه بالنسبة للشهادة مطلوب دائما أنه في الشهادة اللي حتعمل لها تحميل في الموقع شهادة تكشف الدرجات لابد تحمل تفاصيل الدرجات أو طريقة تقييم الدرجات يعني هل من مية مثلا من صفر اليمية في المية ولا A B C D و A بتساوي كم في المية أو ال GPA system المهم لابد تكون موضحة ما بالضرورة يكون ال grading system يكون من أربعة إلى GPA المهم أن ال grading system المستعمل في الجامعة اللي انتي درستي فيها يعني Is there a certain format or design for the CV لا ما في أي فرمات معين للCV أهم حاية الCV تكون فيها البيانات اللي هم طلبينها الخبرة الأكاديمية الخبرة المهنية تماما علوماتك الشخصية الاسم وكده العنوان وخبرة المهنية والأكاديمية والجوائز والعمل التطوع وكده كيف يتم تعديل GPA من 10 إلى 4 في الموقع على ما أعطم وطلب التعديل بفورم معينة توضح ما عارس صراحة لما قدمتها ما كان في حاجة كده كان بس مجرد تعمل أبلود للشهادة لكن إذا فيه فورم تمليهه يعني كيف يتعامل ما متأكد صراحة ما عالش ما عندي فكرة حباب كيف يتكلم أني يجب أن تتعامل تتعامل التعديل للتقديم ما زل مطلوب الحاجة دي اه ايوه يتأكد يا حباب ما مطلوب أنك تعمل التعامل لو عندك مثلا ممكن تضيفي ملخص له في ملخ مستقيل أنا أنت محتاج لتخضيفي البرفيرس 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 من على ذلك الكلمات بسيط شديد لكن ما مطلوب الأساس لأنه أنت أصلا لما انتجل الجامعة ما بتختار المشرف إلا في نهاية السنة الأولى عندك لحد السمسترين وما مطلوب أنك كنت تعمل ما بتختار المشرف وتكون خلصت على الأقل المواد الرئيسية طبعا نسيت أذكر هنا أن الدراسة تدرس ثمانية مواد مقسمة على سنتين وبعد وتعمل برد وبحث تكميلي في مرحة الدكتوراه بتدرس أربع مواد ومنها عفوا معلش في مرحة الدكتوراه بتدرس أربع مواد وهي أربع مواد بيكون منها مادتين رئيسيات ومادتين اختياريات وبعدين بيكون الفترة الباقية من الدكتوراه هي للبحث بتاعك من الحياة المهمة هي ذكرت أذكوري بالنسبة للطلاب الحيوجو وكذا الدراسة في الجامعة بنظام دوام كامل فبتالي أنت لما تجي تجيط طلاب الدوليين بالزاد مفترض أنك أنت تتفرغ للدراسة طوال السنة وليس فقط في الفصلين الدراسيين اللي هم فصل الخريف وفصل الربيع والسبرينج لا أنت تدرس طوال السنة ممكن طبعا لاشك أن تأخذ إجازة في الصيف زي أسبوعين شهر بالكتير لكن المرحة بتاعتك ماشية طوال السنة طوال السنة متوقع أنك تكون قاعد في الجامعة طوال السنة وشغال طوال السنة في البحث بتاعك دي يعني نتبه الحاجة دي يعني طيب 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 من الصحة بتاع كلية العلوم كلية العلوم الحيوية والصحية وفي بالمناسبة في الكلية دي بيكبر من تخصصات مختلفة يعني أنا بعرف في طالبة سودانية بيتدروس كان درس الطب حاليا قاعدة تحضر الماجستير في جنوميكس أو بيستيشن ميديسن واحدة من التخصصات دي ما متأكد لكن طب المسمدة لا ما في طب طيب وكلية العلوم الحيوية والصحية برضو عندها منح أتصور أنها زي المنح بتاعت كلية العلوم والهندسة طيب حباب إذا قصدك يعني خبرة مهنية خبرة مهنية أصلا ما مطلوبة في في مجال البحاث أصلا يعني المطلوبة أنك عندك بس الشهادة حقه البكاريوس أو الماجستير فدي ما ما عنده علاقين هائية عبدالله الفاضل قال من أحد دكتوراه لهندسة الإلكترونيات والأنظمة المضمنة بالنسبة للهندسة الإلكترونيات ما عندنا برضو بالمسمدة لكن في بعض البحوثة الممكن تدخل في الهندسة الإلكترونيات أو تابعة لبرنامج الماجستير والدكتوراه في الكمبيوتر كمبيوتر ساينس ان انجينيرينج أيوه برنامج الكمبيوتر ساينس ان انجينيرينج بالمسمدة بيتخلفوها تخصصات كثيرة شديدة جزء منها فيه الهاردوور ساينس والإمبادل ساينس وكده فأتوقع ده هو برنامج اللي انت عايز حقه انك تشوف تفاصيله في الموقع وعندنا فيه أستاذ في موضوع الإمبادل ساينس عندها بعض الأساتذة يعني على مستوى العالم من أحسن الباحثين في موضوع السنسرز والإمبادل ساينس والإمبادل ساينس عندنا الأساتذة متميزين جدا فشوف سيارة ذاتية كمثال حديك دكتور أمين بيرماك من الليدز على مستوى العالم في موضوع السنسرز بالذات فشل انت تعرف إذا كان البرامة مناسبة لك بحيلك ترجع صفحة البرامج البي اي اش دي او الماستر وشوف البرامج وشوف بعدينك الأسير الذاتية عقد الأساتذة وبوحوثهم هتغلت عارف إذا البرامج مناسبة لك أو لا طيب سارة عندها سؤال ثاني قالت هل ممكن الزول يقدم المنحة ماستر؟ هو أصلا عنده ماستر بس حاب يتحصل على ماستر آخر؟ أيوة ممكن ما في مشكلة باش مهندي سماها في شروط منحة الدكتوراه هل العمر عنده سقف؟ شروط منحة الدكتوراهية هي استفاع شروط القبول نفسها اللي هو يكون عندك شهادة ماجستير وابتحان حق الآيلس وستايل التزكية والأوراق الثبوتية المطلوبة منك يعني شروط المنحة هي نفسها شروط القبول ما في شروط مستقلة للمنحة ما في سقف معين للعمر طيب طيب ثويبة قالت أنا قريت دبلوم إعلام ممكن عادي أقدم عادي باكلاريوس 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 زي ما قلتها باكلاريوس هو برنامج واحد كمبيوتر انجينيرين هندسة الكمبيوتر فا إذا عادي باكلاريوس في الهندسة الكمبيوتر ممكن تقدمي باكلاريوس باكلاريوس وممكن ترفق باكلاريوس كمستنى الثانية بالنسبة للخريجين محمد قال بالنسبة للخريجين الباكلاريوس الفريش ودعائيين يقدموا ولسه ما قضوا الخدمة عشان يوثقوا شهاداتهم والله ما عارف صراحة ما عارف ما عارف الوضح يكون كيف لانه بعد ما ينته الطالب يدو قبول مبدئي عشان يسبت له المقعد لابد يسلم النسخة من الشهادات موثقة فا اعتقد الخدمة ممكن يدوك استثنائع بحالة الدراسة للتوثيق الاستثنائع اذا قبلت الجامعة اعتقد كده لكن يعني راجع شوف الاجراءات شبه الضبط لكن الشهادات الجامعة هتطلب منك في النهاية تسلم نسخة موثقة من الشهادات طيب رحيق شروط منح الدكتوراه الشنوء وبتبدأ بتين الشروط هي نفسها شروط القبول زي ما ذكرتها في الصفحة بتاعت البرامج اللي انت عايز تقدم اليه وهي الشهادات الدراسية السابقة امتحان الـ اول اثنين رسائل التسكية والخطاب الشخصي التقديم فتح يوم 1 فبراير 2020 محمد صلاح شغال مع دكتور محمد ايوب دكتور ياسر في كيري دكتور محمد ايوب بعرفه بالاسم بس ما بعرفه صراحة شغله كتير مشتغلت معاه دكتور ياسر ياسر اعتقد الناس ميعتباه اذا كان قصدك دكتور ياسر سوداني قاعد في كيري اعتقد اني لقيته ما مذكري اذا هو الوياسر او الازول ثاني لكن انا في كيري ما كان قاعدت فترة طيلة مشت قاعدت تفيد مع هذا الابحاث ذات مدة سنة كنت اشغال مع واحد من الباحثين هنا فترة قصيرة يعني ما ماضي بلا شديد ومشاهد موجود بس اعتقد ان ضروري الـ PhD ما مصدر طيب كذي لاحظة انا حس فاتح صفحات البرامج الـ PhD مثلا هنا اعتقد من المعلومة لي صحيح او لا ما لاقيا والله مش عارف ما لقيا لكن عموما يمكن قصدهم البروبوزل البحث العام لا تشتغل فيه البروبوزل النهائي اللي انت ستسلمه تبدأ تشتغل فيها خلصت المواد الرئيسية واخترت المشرف البروبوزل ما عنده قيمة كبيرة طيب حباب قالت ways of uploading the documents should the university certificate and transcript be in a single PDF file or separated حسب السيستم النظام اذا كان النظام الالكتروني في الموقع ما بدي كل خيار ان تعمل upload لفايل واحد في الحالة دي لازم تخطيهم كلهم مع بعض ك PDF اذا باسم هلت تعملي upload كم فايل اعمل كل واحدة لكن نعم يعلمي كل فايل بالاسم وصف الملف في المسمى بتاعه طيب جينان قالت في شغل للقانونيين او من راحة الماصر بالنسبة خصوات القانون موجودة في كلية القانون والسياسات العامة هي كلية جديدة جاء وليه عميد زول اللي ان شاء الله سمعته عنه كعميد للكلية عندهم فقط حسب العلمي الان مرامج واحد وهو اسمه مرامج دكتور في القانون في معانا واحد الان في اللايب قاعد ما اريد اذا طلعه الا لا ساعد الاسد هو يدرس برنامج ده ممكن هو يعمليكم لايف عنه لكن موجود تلقي شروطه في الصفحة بتاعه كلية العلوم كلية القانون والسياسات العامة طيب هندسات كيف وكم الهندسات هي موجودة في تخصصات القسم الاستدامة في كلية العلوم الهندسة اللي هو برنامج الماجستير في التنمية في البيئة المستدامة وطاقة المستدامة وكذلك في القسم بتاع العلوم الحاسوب computer science and engineering cyber security data science فدي البرامج الرئيسية اللي فيها الهندسة دي يعني بتدخل في الهندسة الميكانيكية بتدخل في الهندسة الكهربائية الكمبيوتر طيب اه يثرب ضروري ايليتس ام بكفة نتيب شهادة من الجامعة انك درستها بكفة نتيب شهادة من الجامعة انك درستها لكن طبعا تكون شهادة معتمدة من الجامعة وإن كان نصيحتي الخاصة انه زول يعمل ايليتس احسن طيب مرامج ماستر طيب اه اوكي اعتقد انه انا كده تقريبا ايوه تقريبا كده جوابت حالة الاسئلة كلها طيب اه جعفر قال في حالة الدكتوراه هل مطلوب مفروض الاسئل لمشرف معين او شنون لذلك الاخير اه شايفو مشاهد قالت انه مطلوب صراحة انا ما عارف ما لا احسفات حصوبها بتاعت القبول ومكتوب هنا قاعد يقرب اسئل الشروط الان بسرعة اه 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 طيب اه حسب عمين ما مطلوب صراحة ان تعمل بروبوزل انا قاعد يقل الان الشروط حق حق ضرامج البي اج دي في كمبيتر ساينس انجينيرين كمثال ما مكتوب انه افردكم في بروبوزل لكن انتم ممكن تكتوب في البرسنال اه فقرة كاملة عن البحث اللي انت مجال البحث اللي انت عارس تشتغل فيه اللي انت مهتم بالمجال ده وتشرح فيه مثلا انه في بحوث وريدي مشابهة قاعدت يدعمل في كلية عبر الاستاذ الفلاني مثلا عبر الطالب الفلاني دي بتكون حاجة كويسة بتعزز فرص قبولك في رأيي للبرنامج لو قدرت تتواصل من الان مع بعض المشرفين المحتملين وسألت يعني عرفتهم بك وبصيرتك الذاتية وشغلك وكدا ممكن يدعموك في القبول ممكن ممكن يدعموك جدا فدي حاجة ينصر بيها لكن الافضل قبرا تتواصل مع اي مشرف او استاذ بتعمل رسيرش كويس بحث كامل وافي عن عن المجال البحث اللي انت عايز تشتغل فيه ليه اخترته الاستاذ ده وتقر عن المجال اكتر شان لما تجي ترسله ايميل يكون واضح انك انت فاهم عايز تشتغل فيه طيب سبا حسن قالت او سبا هندسة كيميائية موجودة بالمسمدة في هندسة كيميائية ولكن في تطبيقات تطفل الهندسة كيميائية موجودة في مجال التطاق موجودة في البرامج لتكتش ع Löحفوري وغيره نركز على البحوث في المياه تقنيات معالجة المياه تحلية المياه إدارة الموارد المائية نركز عندنا بحوث أيضا في إدارة عندنا بحوث في بعض جوانب الهندسة المدنية زي المباني الخضراء عندنا بحوث في الهندسة البيئية وتقييم الأداء البيئية لأنظمة مختلفة اللي هو مسميه Life Cycle Assessment عندنا بحوث كثيرة فيه عندنا بحوث في حاجة يسمها Energy Water Food Nexus دي برضو مجال كبير فيه عدة أسازة شغالين وفيه حتى مادة تدرس يعني الترابط ما بين الطاقة والمياه والغذاء عندنا بحوث في نماذج الكمبيوتر أو الكمبيوتر موديلينج للأنظمة بتاعة الطاقة عموما أو الأنظمة الهندسية المختلفة كمثال مثلا أدريكم مثال دكتور يوسف بوتشر دكتور تركي معانا عضو هاي التدريس عنده بحوث كثيرة جدا في النماذي والسيميلايشن في عموما أو الأنظمة التي تولد الطاقة والأنظمة التي تولد عدة حاجات بسمها Polygeneration Systems فدي كل هات خاصات تدخل في الهندسة الكيميائية فشان كده أنا دائما بقول لأي صالب عمد رغبة يقدم إن يشوف إقرأ السيرة الذاتية والبحوث الاهتمامات البحثية التي تعطيها هل تدريس يعني يعرف إذا قدم برامجة بكون مناسب لها أمنا قالت في الماجستير أعلى تقدير ممكن يقبلو شمو بالنسبة لبرامج الحاسب هما ما مكتب صراحة حاجة معينة لكن نتوقع أي حاجة من ساكند كلاس أبر بكون كويس اللي هو يعني بالجي بي اي يعني من ثلاثة من ثلاثة من أربعة وانتي طالعة مثلا لكنهما ما في حاجة محددة حتى لو زول جايب تقديري جيد وكده برضو ممكن يقبل وإن كان لو زول تقديره ضعيف رأيه مفروض يحاول يعزز الابليكيشن بتاعه برسالة تسكية قوية بـ Personal Statement يكون فيه يعني حديث تفصيلي عن الشغل انت عايز عندك رغبة تشتغل فيه ومجال البحث اللي انت مهتم بيه وشنو ركز دائما على زولي دائما يحاول ركز على نقاط القوة في الابليكيشن بتاعته طيب أثنك يو سو مش ديك العافية يا حباب شادين أنا عايز أحضر ماستر Community Medicine ما في برامج بالمسمدة وما في برامج عنده علاقة بالطب عموما البرامج الوحيدة في التخصصات الطبية هي من منظور علمي يعني برامج كلية العلوم والكلية العلوم الحيوية الصحية زي Genomics Precision Medicine وكذا لكن Community Medicine ما عندنا برامج عنده علاقة بالحاجة دي حاليا تقديم لو سمحت اللينك اللينك أنا عملت له paste قبالك في البداية قبل بمناسبة كل سنة اذكرت الآن هعمل رابط للمدونة بتاعتي اللي هي في شرح للشهور والبحث في العلوم مناسك أيوة لكن علوم قصدك علوم علوم حيوية علوم هندسية علوم الضبط يعني في برامج كثيرة جدا تدخل في باب العلوم طيب امتثال علوم فيزياء علوم صحية هل متوفرة المنح المنح متوفر لكل الطلاب الدوليين لكل التخصصات حسب علمي تقريبا لكل التخصصات علوم فيزياء علوم فيزياء لا ما في علوم فيزياء وإن كان الزول لما ندرس مثلا لو قدم على برنامج زي الدكتوراء أو ماجستير في البيئة المستدامة ممكن البحث بتاعه يكون متعلق بالفيزياء لكن لا بد يربطوا بمضوع الاستدامة لأنه دلميزة في برامج المسمى بيشمل مجموعة كبيرة جدا من التخصصات المحتملة أزلونغاز بشرط أنه يكون طيب ما عليش مع أزلون البرودكاست وقفت جانبته صالبس ما عليش كان في سؤال من صفا أو عفوا قبلها ما عليش طيب 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 امتثالا ما عليش كنت أعجاب على السؤال وقفت فجأة هالمتوفرة وشنو المنح المتوفرة المنح المتوفرة هي المنح بيتم الععلان عن تفاصيلها للطلاب بعد يتم قبولهم مهم حاجة أنه تستوفي شروط القبول وتقدمي قبل الدادلاين وبعدين يكون ما بيرس ويررك المنحة هي شنو بعدين هل عندهم درجة معينة للآلس بالنسبة للماستر أيوه مكتوب ستة ونصف دي المنمم طيب محمد نصر الدين تخصى ذات العلاقة بالكيميستري ساينس والعلوم عامة متوفرة يا دي بيتمتور دي بتكون في الكيميستري ساينسي بتكون في التخصص البيئة المستدامة والطاقة المستدامة لأن الكيميستري ساينسي برضو حاجة عامة شديدة يعني عندنا كمثال مثلا مجموعة كبيرة من الطلاب شغالين في البحوث حق المواد بصورة عامة وهذه بتدخل كيميستري بيدخل فيها طبيعة الحال عندنا مجموعة متطلاق كتير يعني مجموعة كويسة ما كبير لكن مجموعة كويسة شغالين في البحوث بتاعة البطاريات والإنرجي سوريج سيستمس فهذه فيها شغول حق كيميستري كتير يعني فهذه بتكون الأنسب بالنسبة لك تكلمت عن طب الأسنان فرطومة لا ما أغضب أسنان للأسفل الشديد حباب بيظهر لك في فغم التقطيع والمنطية ترفع الدوكمنس حسنا في الحالة دي يعني ما عارف صراحة لي ضيفه هاي زي دي وهي ما مذكورة سابقا أن لو مكانك يا حباب حرسل للجامعة أسألهم شنو طلبين فيه شنو بالضبط حسنا رمال الحاجة دي لكن عموما تصوري أن البروبوزل ممكن يكون في الحالة دي وصف عام للفكر اللي انت عايز تشتغل فيها والمشروع اللي انت عايز تشتغل فيه بصورة عامة جدا يعني طيب محمد عباس إذا عملت من الأفضل أنه أقدم بيه الجامعات الأوروبية الآيليس لما تعمله ممكن تقدم بيه لأي حاجة ما عنده يعني ما مقيد ما مقيدك لي جهة واحدة بس كل ما في الأمر أنه الآيليس عنده صلاحية اللي هي سنتين فإذا مر السنتين من يمتحانك لابد أنك تعيد تمتحي مرة ثانية طيب الصفقة مجال الزراعي موجود المجال الزراعي البحثة متعلقة بيه بتدخل في برامج برامج بتاع كليتنا اللي هو البيئة المستدامة والطاقة المستدامة حاليا ما في طلاب كتار أو ما بعرف طالب إن شغال الحاجة عند علاقة بالزراعة ولكن بتدخل أعتقد في المجال ال Energy Water Food Nexus عندنا فيه أستاذ دكتور شاطر اسمه طارق الأنصاري شوفي الصفحة بتاعته اسمه دكتور طارق الأنصاري تلقي صفحته في الصفحة بتاعت عضاهات التدريس فعنده بحوث جزء منها كبير متعلق بالزراعة بصورة مباشرة أو صورة غير مباشرة فده ممكن يعني يكون يكون مرجع بالنسبة ليك يعني لو أممكن ترفق موقع الجامعة الرسمية موقع الجامعة الرسمية أنا عملت ليه كوبي باست قبالك أو مشكلة حقود تاني هنا طيب طيب آمنة هل بياخذوا الخبرة العملية بعين الاحتبار مفيدة خبرة عملية خصوصا إذا كانت متعلقة بالشغل بالبحث بالمجال متعلقة بالبرنامج التي استقدم ليه في الحالة دي بيتكون مفيدة جدا لا شك يعني طيب آآ ماصطر منح جينان أيوة في منح للماصطر المنح هي لكل البرامج آآ المنح حسب علمي هي لجميع البرامج طيب مناسبة طيب فى أساس قال النهاية أحاسb الكليات التانية قد يكون نظامها مختلفة نوعًا ما فقد تكون بعض منح مختلفة قد تكون في تفاصيل منح تختلي بعض الشيء لكن بصورة عامة المنح هي بتكون إعفاء من الرسوم ومرتب شهري بإضافة للسكن وكذلك كفية تذاكي الطيران برضو أنا نسيت أذكر الحاجة برضو تذاكي الطيران السنوية لكل طالب طيب يعني معزة أو مازة يعني ما في مجال متاحة تخصصات الطبية في تخصصات طبية لكن متاحة من ناحية التخصصات العلمية يعني اللي هو العلومة الطبية Biological Sciences و Precision Medicine and Genomics بالحياة الموجودة تلقي برضو تفاصيلها في في صفحة بتاع الكليات العلومة الحيوية والصحية أعتقد أن في برامج حكي Public Health عملوه و هي اللي هيعملو مش متأكد أعتقد أنه فيه فراجعوا يراجعوا الصفحة بتاع الموقع كلية العلوم الحيوية والصحية College of Health and Life Sciences مصدق قالت إنفو محمد دقيق العافية مصدق أمنا الخبرة عملية بدأ أعزز عمل التقديم أيوة كما قردتك السابقة نعتقد أنه ممكن تعزز خصوصا إذا كانت متعلقة به البرنامج التي تحدثت إليهم طيب بكريان درسته بالعرب الوكاليوس ممكن يشيلوني منها أيوة ممكن لكن في حالتين كنت درسته بالعرب معناها لازم لازم تعمل إيريس ما في حال آخر طيب مناسك أقصد Biological Sciences أيوة في برنامج في بر كم برنامج Biological Sciences ماستر و الدكتوراه موجودة في تبع كلية العلوم الحيوية والصحية تلقي تفاصيل برنامج والبحوث الموجودة فيه أيضا في الصفحة بتاعت الكلية طيب سماح ما عليش الطريقة كيف ما فهمت الطريقة كيف قصدك طريقة التقديم التقديم هي عبر الموقع في القزير بتاع Apply Now جم كل موقع جم كل صفحة كل برنامج على يمين الصفحة يعني حتى القزير كبير بتبع عليه Apply Now بتتغطي عليه وتبدل عملية التقديم هل كل التخصصات تطلب إيلتس جميع البرامج أي برامج بيدرس بالإنجليز اللي هو كله برامج بيطلبوا إيلتس ولكن يمكن تستثنى منه يستثنى منه الطالب إذا عنده إذا جاب شهادة أنه درس بالإنجليزي من الجامعة التي تخرج منها يعني طيب أم الشهاد لو الشهادة لسا ما طلعت لزول فريش ممكن يقدم بالإفادة ممكن أعتقد هم كبين حاجة يزيدين أنه ممكن يزول يقدم بشهادة ورقة مبدئية لكن لما يدوك يرسل إليك القبول النهائي لابد ترسل لهم الشهادة النهائية ممكن تحفظ اللايب اللايب محفوظه بيكون محفوظ الصبح إن شاء الله أمن بترجع له في أي وقت طيب في مجال المختبرات الطبية لا ما في مجال المختبرات الطبية حاليا طيب أمنى أنت موجود في الجامعة أنا ما موجود في الجامعة لكن موجود قريم من الجامعة يعني فعم بمناسبة للتواصل فيما بعد ممكن ممكن تتواصلوا معي لو كانوا عندوا استفسار عن القبول وكده ممكن تتواصلوا معي عبر الماسنجر في الفيسبوك وإن كان يعني معليش أنا ما بدخل الفيسبوك باستمرار وممكن أتأخر يوم أو يومين أو ثلاثة يعني المعادلة لكن ما قاعد أخش الفيسبوك بانتظام في أيضا عبر صفحة الموقع بتاعي سأعمل للصفحة بتاعت التواصل عبر الموقع اللي هو بالإيميل يعني فدي ممكن عبرها الزول لو كان يزول عنده استفسار وكده أنا يعني إن شاء الله بيستعيد الناس أعدهم في الموضوع طيب جعفر أنا خير رجع علوم هل الجاري مهم بالنسبة لي لو عاوز أقدم على الدكتوراه لأنه شاف الشباب قالوا مهم لناس الهندسة الجاري زيما قلت السابقة يا جعفر هو مش مهم هو شرط مشروط القبول لازم إذا كان للدكتوراه لازم 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 لو ما عندك الجاري ما هتقبل لو عملت شمو دي حالة مهمة جدا يعني يعني أن الناس تركز الحاجة كذلك يعني بعرف الناس سابقا قدمها وقاموا قولها وليا قدمنا للدكتوراه وما قبلونا قدوا لهم عنده الجاري قالوا ولأ فهم انه تقولوا يعني الموضوع هنا واضح جدا وما في تساهل في الشروط بذات مدعوى الجاري ده ما فهو تساهل فإذا كنت حتقدم على دكتورة في برامج ببرامج كلية علوم الهندسة لابد يكون عند الجار دي حاجة مفرغ منا لازم زول يعملها بالكليات الثانية حسب كل كلية بعد كي نظام براها لكن حسب علمي الجاري فقط للهندسة ليس للكليات الثانية طيب السماح ما عليش أريد تديني تفاصيلك عن طريقة التقديم ودخلت وما عرفت طريقة التقديم بتخش على الصفحة بتاعت كل برنامج كل برنامج عنده صفحة معينة في الموقع عندما تضغط على صفحة برنامج مباشرة بيظهر لك أنا مستحس لان فاتح صفحة برنامج برنامج البي اج دي مباشرة على يمينك في زر اسمه apply now بتضغط على الزر ده بحيفتح لك الصفحة حق برنامج حق نظام القبول اللي هو الصفحة ما حكمك توفيها ايش بي كي يو سيران انفرميشن سيستم فهنا بتضغطي تحت في زر اسمه apply for admission بتضغط على ال apply for admission بيجيك صفحة بتاعت تسجيل الدخول تحتها مباشرة في مكتوب first time user account creation لو يعني انت دخلت جديدة ومرة تدخلي حتعمل حساب جديد ومتضغطي على الزر ده مباشرة حيفتح لك صفحة بتخط فيه الاسم المستخدم اللي عايز تستعمليه وكلمة تسر وبعدين تغني Login وبعد كام، مباشرةً بيبدأ، بيبدأ لك صفحات mega بتعمل فيها ادخال لبياناتك الشخصية طيب اه أنور قال الأسئلة مكررة طيب طيب رحيق العمر طيب لو الطالب بتاع الدكتوراه عنده أسرة وطيف الهل بيكون عنده تأمين صحي في قطر التأمين الصحي في قطر متاح لكل المقيمين مجانا بيكون عندك بطاقة صحية بتدفع فيها زي 100 ريال في السنة دي متاحة لكل المقيمين فالجامعة ما بتديك حاجة غير التأمين الصحي اللي هو أصلا متاح لكل لكل المقيمين في قطر لكن لو طالب طالب الدكتوراه ممكن يجي معاه زوجته بعمولك إقامة تجيب زوجتك معك وإن كان ما حيدوك أي مصاليف زيادة لأسرتك أو لطفلك أو كده مرتد تتكفى بلحاجة دي بي نفسك أولا إذا عايز تعمل تأمين صحي خاص تكون على حسابك الشخصي لكن الجامعة ما بتوفر ليك تزاكر إضافية لأسرتك ولا بتوفر ليك مصروف شخص زيادة إذا أنت المزوج طيب اللايب محفوظ إن شاء الله تجيوه شكرا يا دكتور اللايب مفيد جدا إن شاء الله أديك العافية يا دكتور الهيبة طيب هل يوجد تحضير للماجستير في مجال هندسة حاسوب أيوة في برنامج ماجستير ودكتورة في الهيبة موجود طيب أمنة هل ممكن شهادة من الجامعة اللي درسته إنجليزي كبديل أيوة ممكن بحال دي بتستثناكي من 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 عمل الامتحان هل برامج PHD تشمل كورسات أو البحث فقط بقل إعمال البرامج PHD في كلية العلوم الهندسة فيها كورسات او مادتين إلزاميات و 3 مواد الزامية مادة عن استدامة أBuattere dedans او مادة الثامية بعد ذلك بكون عندك� مادة أو معدة الاختيارية وبعد ما تخلص الثلاثة مواد الرئيسية بعدها بتكون موهلة لك تعمل الامتحان حق الدكتوراه اول امتحان اللي هو بكون عن بتاعك وبعد وبيع سنة ونص يكون عندك امتحان الكانديديسي الكانديديسي اللي هو بتقدم ما يعاد نصر شغلك حق الدكتوراه تكون خلصته وبعد يكون في المناقشة نهائية في غضون ثلاثة او اربع سنوات حسب انت شغل سرعتك بالشغل طيب نقطة مهمة جدا قوة الـ قوة الـ قوة الـ الـ قوة الـ طيب الحيثة بتعزز القبول اول شي دائما بقول لها ايزو العازي عزز في وسط القبول اتأكد انه انت مستوفي لجميع الشروط حقة القبول ديني مرة واحد اهم حاجة ثاني حاجة سائل التسكية تكون رسائل قوية يعني دي مهمة جدا الـ يكون فيها وضوح جدا في الرؤية بتاعتك انه انت عايز تدرس ليه يكون فيها عايز تعكس في الخطاب التسك خطاب التعريف الـ مهم جدا انه يزول يعكس فيه او يظهر فيه الجامعة انه هو يعني اطلع على البحور حقة الجامعة اطلع على الشغول على الأساتذة اطلع على الشغول حق الطلاب وحاسة انه الحاجة دي بيقدر انه بيقدر يفيد انه بيقدر يعني يعني دراسته في الجامعة تكون لها اضافة حقيقية فهم يعني انت عايز تظهر في الخطاب الـ لكن انت عارف الجامعة دي فيها شموه وعارف النظام الدراسي فيها مهم جدا الحاجة دي الـ يعني زي ما انا ذكرته سابقا انا ما عارف ليهم ما خدتنه هناك في الصفحة بتاعت التقديم وان كان ما تكلم عنه سابقا اه فلكن اذا حتعمل ابلود لحافي الـ بيكون الـ بيكون فيه تعريف بالمجال بالمجال الابحاثة انت عايز تشتغل فيه ميبي التريش الريبيو مبسط مثلا وفكرة عام انت عايز عندك رغبان تشتغل فيها بناء على التريش الريبيو واستعراض الدراسات السابقة ولكن زي ما قلت سابقا في رأي الأفضل ترسل ايميل لقسم القبول من الآن قبل ما تبقى اليميلات تزد تكون كثيرا عليهم وتأخروا عليك تسألهم ماذا حكاية الـ وانتو عايزين ماذا فيها بالضب لان احنا ما نقدمنا ما كان فيها حزم الريسارش الريبيو طيب بيقبلوا شهادة عربية قديمة لبكاريوس قصدك ولا كيف ما فهمتها لكن عموما اي شهادة شهادة ثانوية يعني شهادة ثانوية عزور سيحتاج لها بس في حارة انا عز تقدم لبرنامج البكاريوس ، اللي هو برنامج واحد بس في الحن Lambda computer تمريض.. ما في تمريض ما في مرامج تمريض المتحان الـ GRE تفاصيله المتحان هو شنو طريقة الدراسة ليهو الدرجات نظام التقييم وكلها موجودة في الموقع بتاع الامتحان نفسه اللي هو ETS.org ما بزرت أحصفها الان بس لو كتبت GRE exam في جوجل ما شرفت نحن يصير لقي الموقع بتاع الامتحان هو موقع حق مؤسسة تعليمية اسمها ETS ETS.org هنا فيه تفاصيل سأخذت الرابط هنا على كل حال فيه تفاصيل الامتحان ومحتواه وكده ممكن أعمل لكن ما توقع أفضل في الفترة القريبة دي لكن ممكن فترة مرة تانية لكن الامتحان هو عموما فيه بياناتك فيه معلمات كثيرة عنه انتحان مشهور جدا طيب أنا منيرة عندكم مجالة تصميم تصميم صناعي اندستريال نعم اندستريال ممكن تدخلي برنامج بردو الماجستير أو دكتوراه في البيئة المستامة وطاقة المستدامة ممكن في البرنامجين تعمل حيات العلاقة بالتصميم الصناعي لكن أفضل انه تخش تشوف تشوف البحوث السابقة بعض الاساسات المعانة بالذات دكتور معمر شوف البحوث حقتهم يمكن تلقي حاجة عندها مهتمة بها وحاجة تعجبك فتقوم تقدم إليها لكن بالمسمدة ما عندنا ما في برنامج بالتصميم الصناعي ماجستير لغة انجليزية ممكن لا ما في ماجستير لغة انجليزية ولكن في برامج حقة لغة ترجمة في كلية العلوم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية موجودة زي ما أنا ذكرت أن تجامع فيها خمسة كليات طيب ناس جغرة فيه G.I.S. ما عارف ما عارف انت عسفة مش في G.I.S. لديك رسيرش معين في بالك أو كيف يعني عبدالعزيز ولكن زي ما قلت لك فكرة عايز تشتغل فيها أو بحث ممكن تكون مرتبطة بالاستدامة والتنمية مستدامة يعني الباب مفتوح لكل التخصصات اللي للطلاب مجمع تخصصات انهم يقدمون بكرياً درست بالعرب وتخرجت بجيء جداً ما في ماصطر اقتصاد ما في عندنا أي برامج مختص بالاقتصاد إلى الآن على الأقل يعني امتنان في ماصطر فيزي للفضاء وفيزيانووية لا ما في للأسف الطيب برضو ما في طيب اه انا يعني برضو ها عود هارجع وكرري تاني يا جماعة انه لابد لابد ترجعوا للموقع بتاع الجامعة لانه فيه الإجابات حق تقريباً أقول الأسطيلة للسئلة الآن اهم حيزول يطلع على الموقع كويس يدرس البرامج يفهم البرامج كويس المسميات بتاعته الشروط بتاعته يشوف أعضاء هيدا التدريس البحوت بتاعته البحوتهم شنو المنشورة وكذا وحسن انه ياخد فكرة وافية عن الموضوع ده طيب عندهم منح دكتوراه مختبرات طبية؟ لا يمسون ما في ما في مختبرات طبية هند بنت الطيب وعليش دي جاهب هند جاهب بعد حفظ من خليفة في قطر انا شايف من الحياة بتساعد جداً اي زولي قد في التقديم انه زولي ياخد الموضوع بجدية ويستثمر وقت حقيقي لمشروع التقديم ده مهم جداً يعني زولي يستثمر وقت حقيقي ونظر بالموضوع بجدية وتقديم طبعاً شيء زولي يقدم محتاج صور من الشهادات والأوراق المطلوبة وكمبيوتر أو لابتوب وانترنت دي الحياة الوحيدة المطلوبة لكن الشايد انه زولي لابد يخطط من بدري استثمر وقت حقيقي جداً في فهم البرامج فهم محتوى البرامج شنو نظام الدراسة نظام الامتحانات وكذا يعني طيب طيب مناسبة كتابة أقول حينا سيدة أنه أنا مستعدة أساعد في تقديم موضوع الرسائل الرسالة التعريفية والبرامج للناس اللي أريد أن يقدموا في البرامج البيئة المستدامة الطاقة المستدامة إذا زول قد كتب البرامج ما عندي المانع أنه أراجع إليه وأدعوه على بعض التعليقات بس في التخصصات البيئة المستدامة الطاقة المستدامة إذا في زول عنده اهتمام كبير جدا بالبيئة العمرانية المستدامة أو الرسائش أو الأبحاث المتعلقة بالمباني الخضراء أو الأبحاث المتعلقة بالتقييم البيئي للأنظمة مستدامة أول بحوث التي تدخل في الهندسة المدنية بصورة عامة جدي جدا في الموضوع أنا ممكن أعمل ركومنديشن للمشرك أنه تتخصصه للناس في المجالات لكن مرضو أول حاجة أول ما تزول لتفاصل معي ياريت ترجعوا للسيرة الذاتية حقت الأساذة وتتشوفوا البحوث حقتهم السابقة وكلها موجودة متاحة في الناس طيب إسراء التقديم لرسارش أسستنت في رسارش سنتر مطلباتهم شنو؟ رسارش أسستنت ما فيه ما فيه رسارش أسستنت في رسارش أسوشيت اللي هو لحاملة الماجستير لكن ما فيه وظائف كثيرة منها ما أعتقد أن فيه حاجة الآن موجودة ومعلنة عنها لأن مركز الأبحاث بزع وتزعين في المية أشغالين فيها بيكونوا عشاغالين أو بوستدوك فما في رسارش أسوشيت إلا كان يكون ذول والريدي قاعد في قطر مقيم وبيعرف سنتيس شغال هناك وفيه فان معين ممكن إلقاليه وظيفة لكن والطلباتهم في الغالب ستكون الشهادة الجامعية وبحوثك السابقة list of publications بحوثك السابقة لكن هذه هي حاجة الناس اللي قاعدين في قطر يعني ما حي يجيبوا ذول من برة لكي يشتغلوهم السوشل السوشيات ما أعتقد يعني طيب بكري متابعة بكاليريوس هندسة في زي ما ذكرتها سابقا الهندسة الموجودة كتخصص ضمن برامج الماجستير و الدكتوراه في البيئة المستدامة و الطاقة المستدامة و برامج الكمبيوتر سائنسة الإنجينيري السلام عليكم أحمد يا دوبلا قاني اللايب ماذا عن الهندسة الميكينيكية ايو مهندسة الموجودة في برامج البيئة المستدامة و الطاقة المستدامة تلقى تفاصيل الضرامج اللي بحوث الموجودة فيه في الصمح بتاعة الموقع حق الكلية في موقع الجامعة فايز ما عليش نصص اللايب فات ماذا عن الدكتوراه في دارة الموارد الطبيعية ما في بالمسمدة ولكن ممكن تعمل بحث الموضوع ده داخل كجزء من برامج البكاريوس أو الدكتوراه في البيئة و الطاقة المستدامة ممكن ده موضوع مهم صراحة موارد الطبيعي و عندنا أسازة شغالين في بعض البحوث المتعلقة به زي الانيرجي ووتر فودنك لإدارة الموارد طيب علاء ما عليش عندهم ماصطر لمهندسين معماريين ما في بالمسمدة لكن انت برضو في الحالة دي مرضو مدام ما هي هندسة ما انت عاستشوف برامج كلية الهندسة اللي هو البيئة المستدامة طاقة المستدامة وبرامج الحاسوب اطلع على البرامج على الوصف البرامج في الموقع و شوفيزا هل في حي مناسبة لك و لا عموما كونك مهندس معماري دي عادي جدا ممكن تقبل ما حيبتمنى أمنا في موقع أونلاين بتقدم شهاد آيلتس و هل ممكن تكون مقبولة و نسبة للمتحان غاري شديد موارد السودان موقع أونلاين بتقدم شهاد آيلتس امتحان آيلتس و امتحان دولي تابع لمركز الثقافي البريطاني فلا بد تمتحنوه عبر مركز التقاهي البريطاني او المراكز الامتحانات المعتمدة يعني ما عاد تقليد في امتحان أونلاين الآن الآيلتس او حتى لو في حاجة أونلاين لابد تمشي لمركز الامتحان نفسه اذا قدرت كانت تطلع جيب شهادة من الجامعة الدرستي فيها من دراسة بالانجليز الحاجة ممكن تعفيكة من المشهاد حقه الآيلتس عندهم مستر بوبليك هيلث حسب علمي ما في صراحة لكن كده خلنا نفاتح الهنا يشوف الكلية الهيالث و الهيالث 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 لا حاليا ما في صراحة الهيالث كلية العلوم الحيوبية و الصحية فيها ماستر و الدكتوراه في البيولوجيكال والليهيالث الهيالث المبيخ 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 والدكتوراه ساعة ونصف قريب ساعتين ساعتين إلا أرجو إن شاء الله يكون المعلومات واضحة وإن شاء الله أتمنى التوفيق لجميع الطلاب أرجع وأكرر أنه أهم شيء أن الزول يأخذ الموضوع بجدية وستثمر وقت كافي جدا في الموقع كلها أغلب أسل السهل الصراحة الإجابات في الموقع فازل يستثمر وقت كافي جدا لدراسة المحتوى حق الموقع والتعروب على البرامج ويأخذ خطوات زيادة أنه يرسل إيميلات الأساتذة ممكن حتى يتصل عليهم ويصعلهم على البخور بتاعتهم ويتواصل مع بعض الأساتذة عبر لينكدين أو حتى مع بعض الطلاب يتدرسوا في الجامعة عبر موقع لينكدين والمواقع التانية والسوشال ميديا التانية عموما ويس يعني أغير كده المصادر الممكن تساعد الزول في التقديم كيف تكتب السيرة ذاتية بطريقة كويسة كثيرة جدا في النت متاحة المصادر عن كيف بتعمل ممتازة كثيرة جدا في النت فإن شاء الله أنا بتمنى إن شاء الله التوفيق لكم جميعا وزي ما ذكرت سابقا إذا أيزوا عنده استفسارات عن خصوص برامج الاستدامة لكلية بتاعتنا إن شاء الله بإذن الله ما بأبخال عليكم بحاول ساء قدر الإمكان سواء عبر المسنجر في الفيسبوك أو عبر الإيميل في الموقع الشخص بتاعي أعتقد أن ننهي الليب على كده أجزاكم الله خير جميعا وتنسبق على خير السلام عليكم ورحمة الله